عندك ايه تاني بقى من مطبوعات القديمة? مش عايز اقفل. والله مش عايز اقفل. هو يعني. بص مسلا اقول لك على حاجة. لسه. اه. ده اه كتاب ما اعتقدش ان هو قعيب طبعا. اه. السنة اسمه انشاء الرسائل. اه يشتمل على اهم الرسائل من ودية وقرامية وتجارية ورسائل اللوم والاعتذار والنصيحة والتحنئة والتعزية. وغيرها وهو مزيل بالخطب. اه. ومسك الدفاتر. ومسك الدفاتر اللي هي ايه مسك الدفاتر? مسك الدفاتر اللي هو بتاع البشكاتر. اه. بيمسك الدفتر وبيكتب فيه داخل وارد وصادر والكلام ده كله. عايزين نتعلم رسالة رسالة ودية بس. اه. اه. يشوف رسالة طبعا بصوا كتاب عامل زي دي. اه. هنا هنا فكرة الكتاب ده انك انت تشتريه. فتبقى مسلا هنا قالك صورة رسالة من تلميذ الاوالد. يعني النموذج. تقدر انك انت بدل متوقع تفكر. تجيب النموذج ده وتكتب زيه على طول. دي اللي هو مسك الدفاتر. اه. الدفتر اللي بيتكتب فيه كل حاجة. ده ده سنة الف وتسعمية وتسعتاشر. اه. يعني عام صورة تسعتاشر. ده الف وتسعمية وتسبعتاشر. اه. طيب ايه بقى ده كان آآ ماسك دفتر ايه? بتاع دايرة. بتاع واحد من الاسرياء بيكتب كل حاجة. الدوائر كده زي بتاع اه. اه. بيكتب كل حاجة خاصة بال بالدائرة بمصارفها. ده كاتب بدقة. كاتب بدقة حاجات آآ جميلة. اه. طيب. دي الدفاتر بقى لو ما تبقى. دي الدفاتر. اه. ماسك الدفاتر. اه. ماسك الدفاتر. قال لك الشيء لزوم ايه? لزوم الشيء. لزوم الشيء. اه. رسائل ما وصلتش لصحابها. اه. كده? اه. ما وصلتش لصحابها. مسلا. الجواد ده تفتكر ووصل لنوال ولا ما وصلش لنوال. دوسيا يا سيدي. ده. ده وصل لنوال. ده وصل. فعلك. اه. وملجالك ازاي? ده بيبقى العيلة نفسها. العيلة نفسها بقى. بقى. بقعوا المكتبة. عروستي نوال. اكتب لك صباح الاثنين تلتاشر ابريل من مكتبي بانقرة وسط الاوراق والبرقيات والصحف والدعوات. وكل سنة وانت طيبة يا زميلتي وصديقتي يا حبيبتي عروستي. هو هو بقى لهم تلتاشر سنة متجوزين فده عيد جوازهم فهو بعت لها جواب وبناسبة عيد جوازهم بيقول لها يعني ان هما لسه في شهر العسل. اه. اه. ان هو ده احساسه بيها يعني ده علاقتهم. ذهب الناس وفضل الجواب. اه. باحساسه. ده اعتقد مجموعة جوابات اه كانت اه مراسلات متبادلة ما بين اه مصر والقدس في الاربعينات. او. السيدة الفاضلة فلانة اربعتاشر شارع سرايل اسبكية. سيلفي حجار. سيلفي. حجار. حجار. اه. اه. عشان تعرفوا بس احنا عندنا جوابات حنوصلها بصحابها. اه. تعرف ان في حلقة قبل كده اه احنا ذكرنا اه جوابين واصحابهم ظهروا. اه. وآآ وآآ يعني كانوا سعدة جدا ان هما جواب ما وصلش يعني احدهم انا فاكر كواس قوي ان هو آآ آآ ما سمع الحلقة فسمع ان الجواب ده كان من والده لمسافر لولدته. اه. والده كان توفى والدته كانت لسه عايشة. فحاب جدا ان هما ان هو يوريها الجواب اللي هي ايه ماوصل لهاش ده. اه. ته لطيف جدا. يعني آآ لويس دوش ده كان من الاسرياء وكان عنده شركة تقسيم اراضي وخلافه. وكان واضح ان هو فيه شراكة ما بينه ما بين شعر العتس اللي هو كان صاحب محلات عتس. محلات عتس. اه. اه. فهم دي. الوقت بتاعه مر باندي وشكرال نفس الوقت يعني. اه صفه الشراكة دي. اه. فبي اه. يعني مكتوب هنا يوجد للان لحساب الشركة في الهند الف وماتين توب دوبلان ابو فيلين. عرض تسعة واشتين بوصة واربعين يارضة. كانت اشتراتها الشركة اه من شركة سنترال تريندينج في بومبي ووكلت شركة تومس كوك ووالده اللي متد بمصر بصاحبها من من شركة سنترال تريندينج وشكناها لمصر. اه. وشحناها لمصر. موصلتش لي. ده سنة اربعة واربعين. اه.